اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في لندن في القاعة او عبر برنامج الزوم بالاضافة الى جميع الاخوة في امريكا وكندا واستراليا وسويسرا والدنمارك والنرويج والسويد والمانيا ومختلف البلاد التي تتواجد بها المؤسسة لبدء هذا البرنامج اود ان ارحب بسماحة العلامة السيد مرتضى الكشميري ممثل المرجعية الدينية العليا لافتتاح هذا البرنامج واطلاقة الحملة بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمنى على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم ايها الاحبة ان اهم ما يقلق البال وخصوصا المخلصين من الرجال ما يعانيه الضعفاء والمستضعفين في العالم من حرمان وتنكر لحقوقهم ووضعهم فلهذا بدأوا يفكرون بمخرج لمساعدتهم قدر الامكان من ذلك ما سعت اليه المرجعية العليا اليوم في النجف الاشرف من انشاء مؤسسة تضمن لهم بعض الحقوق الا وهي مؤسسة العين لرعاية الاجتماعية والتي بحمد الله ومنه قامت بدور بناء اعتمادا على رجال مخلصين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من لغة عدد الايتام المحتضنين من قبل مؤسسة العين لرعاية الاجتماعية منذ تأسيسها عام 2006 لغاية اخر احصائية شباط 2022 مئة وتسعة وثلاثين الف يتيم تم تجيلهم وتقديم الخدمات النوعية لهم اما في المحتضنين والذي يصف لهم مساعدات مالية شهرية حسب اخر عصائية بغاية الاجتام ستة وسبعين الف يتيم تقدم لهم مساعدات مالية شهرية تقدر اكثر من ثمانية مليار دينار عراقي ومعدد تقريبا ستة مليون وخمسمائة الف دولار امريكي اما ما يتعلق بالتالي حملتنا لشهر رمضان القادم ان شاء الله هي حملة مثل وحبة التي اعتدنا ان في كل شهر رمضان ان تكون هناك حملة متخصصة في بناء الانجم الزاهرة في 12 مبنى للانجم الزاهرة في 10 محافظات عراقية هذا المركز تكون من ثلاث مراكز خدمية هو المركز الصحي ومركز خاص بالتهيل والرشاد النفسي وكذلك مركز متخصص للتدريب المهني اضافة لقاعات متعددة الاغراض من تقديم مساعدات مالية شهرية وعينية اضافة بعض الوضعات بحسب حاجة المحافظة حقيقة عدد لسهم المفترض ان يتم جمعها لهذه الحملة هو مليون سهم كنا في الحملة السابقة مثل احبة في العام الماضي من شهر رمضان المبارك جمعنا بمقدار ثلث الحملة اكثر من 480 الف سهم من المؤمن ان شاء الله مع وجودنا مكاتبنا خارج عراق في 4 قارات و10 مكاتب دولية من المنزمع ان شاء الله اكمال جمع هذه الاسئلة ان شاء الله حنت لك الايتام وهي كثيرة تشكو وتصرخ سيدي رحماك اني يحبك سيدي ومخلصي روحي وكل العاملين في داك انا في شتات استغيث فدلني وامدد يديك وضمني بريداك اني انتظرتك والزمان يهدني جور هنا يا سيدي وهناك ما زلت احتضن الدروب مناطرا اصغي لعلي ارتوي بنيداك وحنا احب الاستاذ احمد السوداني رئيس مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية لالقاء كلمته نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد وما كانت العين موجودة من الاساس ولا يعلم الا الله ما سيكون عليه مصير اليتامة ايها الاعزة يوما بعد يوم تزداد التحديات التي نواجهها صعوبة ويزداد حجمها وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا ففي البداية كان التوثيق جوهر عملنا ثم اصبحت كفالة اليتامة ورعايتهم الجزء الاهم والان اصبح التكامل في جوانب الرعاية المقدمة لابنائنا اليتامة الغاية التي نسعى اليها اقمنا مشروع الانجم الزاهرة بالكاظمية المقدسة وبعد نجاحه تمكننا من انشاء ثلاثة مشاريع اخرى بالديوانية والحيرة بالنجف الاشرف ولمدينا بالبصرة ورعينا ضرورة اعمام هذه التجربة الناجح على بقية المحافظات الاخرى لينعموا جميع ابنائنا اليتامة بالخدمات التي يقدمها هذا المشروع مؤسسة العين فينا نقول انه نحن واكبناها منذ نشأتها هون ببريطانيا وبالبداية كانت عبارة عن غرفة في بيتنا يعني مش اكتر من هيك وبحمد الله وتوفيقه وصلنا الى ما وصلنا اليه وكان للمرأة دور مهم جدا والاخوات فكانت كل واحدة منهم تعتبر انه العين هي عائلتها الثانية بكل جد وبكل اخلاص وبكل اندفاع اشتغلوا لتأسيس المكتب وبالحملات الدعائية وبالجهد الشخصي وبالعزائم اللي كانت تصير بالبيوت بجمع التبرعات يعني دور مهم جدا فيك تقول يعني الدور الاكبر هون بدون تحيز بس هو كان للاخوات مرحب بدكتور احمد موسى اللي يتكلم فعني هاي السنة كانت سنة مليئة بالانجازات والتطورات الحمد لله اذا لدينا تحدث عن العراق التطور بالعراق مو فقط كان بالنسبة لكمية يعني كمية الايتام وعدد الايتام التي تكفلها المؤسسة بل بالنوع أو النوعية الايتام بالبداية كان العمل والنشاط والخدمات اللي توفر المؤسسة الخدمات من خلال انجوم الزاهرة فقط ببغداد بعدين صارت خبرة ناجحة توسعت الى الديوانية والى الحيرة والحمد لله احنا الان حملتنا في طور انشاء 12 مركز لانجوم الزاهرة اضافي حتى يخدم كل الايتام اللي تنكفلهم اذا نريد نفكر ونحكي عن تطور المؤسسة خارج العراق فالمؤسسة توسع رقعة خدمتها بحيث بدت تشمل ايتام خارج العراق ايضا مو فقط داخل العراق وهذا الانجاز حققت المؤسسة خلال هذه الفترة الوجيزة ايضا معدل بالشهر اكثر من 1400 يتيم يضاف الى نظام رعاية المؤسسة الهدف هذه الحملة انه نجمع مليون سهم وقيمة السهم الواحد 25000 دينار عراقي انما سميت هذه المراكز بمراكز الانجم الزاهرة نستلهم مما ورد في دعاء الندبة تسمية للا ام سلام الله عليهم بالانجم الزاهرة نتأمل من الله عز وجل ان يجعل هذه المراكز انجما تزهر في حياتي تامانا من اجل مستقبل عظيم لهم كل يتيب من يتامانا يستحق ان ينال فرصة كغيره من غير اليتامة ممن تولاهم ابواهم فلذا املنا في مثل هذه المراكز ان توفر هذه الفرصة الكافية لهم من اجل مستقبل مستقبل يكون لهم ان شاء الله عيشة كريمة يؤمن لهم عيشة كريمة وكذلك يدفع عنهم المخاوف كما يفعل الاباء لابنائهم نسأل الله عز وجل ان يمكننا من ذلك وفي الحقيقة كلمة احب ان اوجهها الى اخوتي العاملين في مؤسسة العين سواء في بريطانيا او غيرها من البلدان نحن بهذه الانجم وبهذه المراكز وبهذه الخطوات نسعى لاجل ان نؤمن عيشة يتامانا في العراق ولكن اخوتي نحن في بداية الطريق من اجل يتاما غيرهم في غير العراق اليتاما الاخرون الذين بالانتظار عندنا يتاما يعانون الامرين في بلدان كثيرة وكلهم بحاجة وانتم قد وضعوا هؤلاء اليتاما اما لهم فيكم يا اخوتي فلذا نحتاج ان نتعاضد بيننا من اجل الوصول الى الهدف الذي نرجوه ان شاء الله كلمة لسماحة العلامة الشيخ امجد رياض الاستاذ بالحوزة العلمية المشرف العام على مؤسسة العين بالاضافة لاشرافه على اربع مدارس علمية في الحوزة العلمية تحملنا ونتحمل مسئولية توفير هذه الفرصة وهذا يعني اولا ان نؤمن لهم حاجاتهم الضرورية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والشؤون اليومية الاخرى ويتمثل ذلك بالكفالة الخاصة وما يلحق بها ثانيا ان نؤمن لهم الرعاية الطبية البدنية وهو ما يقوم به مركز العين الصحي ثالثا ان نؤمن لهم البيئة النفسية الملائمة والذي يتمثل بمركز التأهيل النفسي رابعا ان نؤمن لهم الاسناد الدراسي الكافي لكي يتمكنوا من الحصول على فرصتهم التعليمية التي تلبي طموحهم خامسا ان نوفر لهم القدر على اختيار ما يناسبهم وينمكنهم من ذلك وهذه وظيفة مركز حكاية حكاية الذي بدأ باعماله منذ اشهر سادسا ان من مسؤولياتنا رعاية من لم تتوفر له فرصة التعليم او يرغب بتحصيل فرصة عمل بان نوفر له ادوات الصنعة المناسبة وذلك من خلال التدريب المهني والذي تكفل به مركز التدريب المهني فنتوكل على الله والنباشر بانطلاق هذه الحملة مرددين قوله تبارك وتعالى بسم الله مجراها ومرساها ومرساها ان ربي لغفور رحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته